الإزاعة المصرية يعني ومسبيره بالتحديد والتلفزيون المصري له الفضل علينا في توسيق تاريخ كبير وصل لنا من مشايخنا إزاعة الكرآن الكريم الإزاعة الأولى على مستوى العالم في هذا الأمر لها فضل كبير في توسيق هذا الأمر ولكن هل الإزاعة دلوقتي بتسمع زي زمان؟ لا دلوقت عالم السوشيال ميديا والإنترنت والفيسبوك واليوتيوب وصاقت وباليق الثانية فأنت طب هتتواجد فين؟ هتتواجد كصوت؟ وكمان عشان تتواجد كصوت ده مشروط بجودة معينة فلازم نستعين برضه بأعلى تقنية في الصوت أن نحن نسجل ملت تريك والميكس ستوديو وندخل بعض الآلات الحديثة وبعض الماتيريال الحديث لأن الجوائز العالمية لا تعطى إلا بشروط معينة في جودة معينة ده أول حاجة عشان تدخل أنك أنت تؤهل لمستوى معين من الجوائز العالمية وأنك أنت تدخل خضم شركات معينة من هذا علم الاتصال لازم يكون في جودة يعني ما ينفعش أنت عاوز الناس يسمعك وأنت جودة دك 144 و 200 و 250 ومش عرف كم و 350 والكلام ده لا ما ينفعش والعالم بره وصل لفور كي وإي تي كي ويعني حاجات تانية الكلام اللي بتقوله ده مهم جدا وزي ما بقولك ده هو الكلام بيجيب بعضه فيمكن أنا عاوز نروح للحتة بتاعة فكرة التطور والوصول طول الوقت